اهلا 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 بحضراتكم اول حاجة هنقولها ايه يا رب بإذن الله المنتخب بتاعنا يكسب المطش ده مبدأ ايام كده انت ماكسبش طب يتعادل لان احنا حتى لو يتعادلنا هنتأهل يعني مش دي المسألة بس انا نفسي نكسب انا عايز المطش نخش نكسب المطش ده احنا هنلعب من غير مو صلاح اللاعب الاسطوري محمد صلاح محمد صلاح اللي للأسف اتعرض لإصابة واضطر انه يسافر لبريطانيا علشان يعالج الإصابة بتاعته السؤال هنا بقى او الكلمتين اللي لازم نتكلم فيهم كده ايه بمنتقى الأمانة هو ايه مشكلة بعض الناس مع صلاح يعني ايه المشكلة فين المشكلة في انه صلاح حصلت له اصابة فاضطر يسافر علشان يتعالج في بريطانيا فاجد انه بعض الناس للأسف الشديد تغرق السوشال ميديا على اختلاف البلاتفورمز المنصات وصلاح مشي وصلاح تخلى عننا واصل صلاح مش فارق مع المنتخب واصل صلاح ما بيفكرش غير في مطشط ليفر بول واصل العقد والفلوس واحد تاني يقولك اصل صلاح مش مهتم غير بالإعلانات وحدة وحدة كده وبالراحة وهدوا على نفسكو الناس اللي قاعد عمالة بتهاجم في هذا اللاعب الأسطوري على المستوى بتاعه كمستوى الرياضي يعني وفي لعبته أسطورة حقيقية محدش يقدر ينكر ده على الإطلاق على الإطلاق أقوى أقوى لاعب عرفته مصر لحد دلوقتي مين يحب ده ومين ما يحبش ده أنا بالمناسبة دي يحضرني الحقيقة جملة قالها ميدو وميدو كان واحد من أكبر محترفين وقت ما كان في الملعب وميدو قال مرة كده قال صلاح أحسن لاعب عرفته مصر وأنا أتذكر أنه قال بالنص كده مش أنا كنت بالعب وأنا كنت محترف أنا بقولك صلاح أجمد مننا كلنا إذن تعالي بقى أخذ من كلام ميدو صلاح على المستوى الكروي الرياضي المهني أسطورة صلاح على مستوى الأخلاق يجنن أهله أحسن وتربيته كما يجب عارف كده يعني كنا زمان نقول إيه لما يبقى حد الجد أقولك دواد وينت أو صلاح ده راجل طيب صلاح على المستوى الوطني عمره متأخر صلاح على المستوى الخيري اللي هو بينه وبين ربنا لا ده بيعمل وكتير قاوي 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 صلاح اللي الناس بتقول أصله هو مش فارق مع المنتخب لا ده صلاح فارق مع المنتخب إلى أبعد الحدود هو أنت متصور عشان صلاح ياخد لقب أفضل لاعب في العالم هو مش فارق مع المنتخب لا ده هو يهمه قاوي أنه يبقى بيلعب مع المنتخب وأن المنتخب يتصعد وأن المنتخب يبقى يوصل لكاس عالم لأنه ده بيضيف لرصيده هو كصلاح بشكل مباشر عشان يقدر ياخد هذه الألقاب العالمية والدولية صلاح ده يا سادة هو اللي نزل على الأرض يعيط فماتش مصر والكونغو في 2018 صلاح ده هو اللي قاعد يعيط فماتش مصر والكونغو سنة 2018 لما ييجي بقى واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا ألف ولا زي ما يطلع وقال لك أصل صلاح مش فارق معاه غير الفلوس والإعلانات لا يا حبيبي صلاح لو كان فارق معاه الفلوس والإعلانات وأنه يكون فلوس كتير جدا وأنه يبقى رصيده مدخم سيبك من أنه ما شاء الله هو مش محتاج كل ده يجي تقولي بس البحر يحب الزيادة يا سيدي كان وقتها لو تتذكروا ده كان قريب كان عنده عرض مبهر مبهر من المملكة العربية السعودية الشقيقة وقالوا يا حطوا كم فلوس وعروض ومره واثنين وثلاثة والراجل الحقيقة شايف أنه هو دلوقتي مش بيفكر في حجم العروض المالية هو شايف نفسه في قصة تانية في حتة تانية عاوز يكمل مع ليفر تول وعاوز يكمل كلعيب في الدور الإنجليزي يعني صلاح لو كان عايز الفلوس وبس هياخد بعضه ويقبل العروض اللي قدمتها له العروض الكريمة السخية اللي قدمتها السعودية بس الراجل قال لا يبقى صلاح مش بيجري ورا الفلوس ده صلاح مش فارق مع المنتخب ما كانش يبكي في 2018 في مصر في ماتشو مصر والكونو أصلا مش فارق مع المنتخب لا صلاح فارق مع المنتخب عشان خاطر يقدر يحصل على هذا اللقب كأفضل لاعب على مستوى العالم وبعدين تعالى بقى هنا نفكر مع بعضه بالراحة كده هو احنا ليه طول الوقت رميين كل الحمل على لاعب وحيد في الحالة اللي احنا فيها اسمه محمد صلاح فانا منتظر ان محمد صلاح يبقى موجود جوا الفرقة وعلى المستطيل اللي اخضر عشان يلعب علشان نكسب هل ده معناه انك انت بتقول ان كل اللعيب الحداشر اللعيب عشرة منهم ما بيلعبوش وصلاح بس هو ليه بيلعب يعني هو انت عمرك شفت ميسي ولا رونالدو ولا زمان بيلي ولا زمان مارادونا بيلعب لوحده لا دي اسمها لعبة جماعية فرقة صلاح مش بيلعب ملاكمة مش بيلعب رفع اسقال مش بيلعب كمال اجسام مش بيلعب مصرع روماني صلاح بيلعب في لعبة جماعية فرقة مكونة من حداشر بني ادم صلاح واحد فيهم انت ليه رامي الحمل طول الوقت على صلاح طب وفين بقيت العشرة هاشيل حدرس المرمى فين التسعة هل ان ده معناه ان اقولك انهم ما بيلعبوش لا مش ما بيلعبوش ولا بيلعبو حلو ولا بيلعبو وحش انا بتكلم على لعبة فيها لعيبة غير صلاح بتكلم على لعيبة فيها حاجة اسمها مدير فني وجهز كورة ومش عارف ايه دي منظومة على بعضها لما تحب بقى تنتقد الاداء انتقد الاداء كما يجب ككل وحدة وفند لكن تقول لي اصل صلاح ما عملش اصل صلاح ما سواش ليه يا عمي ثم انه مسألة التعويل المبالغ فيه على انه وجود صلاح يكسبنا المطش عدم وجود صلاح يخصالنا المطش انت بتعمل كارثة في نفوس اللعيبة وفي روحه من معنوية لانك انت كده بتجي رسالة لبقية الفرقة يا جماعة انتو شكرا مش محتاجينكو في حاجة احنا عايزين صلاح فانت عايز اللعيبة يلعبوا ازاي يعني بقى انه منطق تخيل كده انت بتشتغل كلنا بنشتغل في شركات انت بتشتغل في ادارة ما في شركة ما فالمدير بيخش بيكلم واحد بس في الادارة باعتباره انه هو ده الادارة كلها وانه هو ده اللي بيعمل التارجت وانه هو ده السر ورا نجاح الادارة انت كواحد من بقية فريق العمل في هذه الادارة هتشتغل والله ما تشتغل بقرش مش هو ده يعني الفيرود يلا خليه نفعك مش بنقول كده لما بتلاقي المدير لا يستحسن الا واحد بس البقية هيقولوا ايه طب مش لعبين طب مش شغالين اشرابوا وبتخلق حاجز كبير ما بين صلاحه وبقية الفرقة صلاح طول الوقت دعم لفرقته مؤمن بانها لعبة جماعية مؤمن بانه هو جزء لا يتجزق من هذا الفريق مؤمن بانه كل واحد موجود في الفريق مهم زيه بالزبط وانه كلهم على نفس دات المستوى من الاهمية داخل هذه الفرقة في هذا المتش في هذا المنتخب الوطني اللي بنتمنى له كل التوفيق من قلبنا هل المنتخب محتاج يشتغل اكتر من كده على نفسه طبعا انا اتذكر المتش اللي احنا لعبناه كلنا مع الفرقة السعودية متش الشهير وضحكنا وهزرنا ووليد طلع يا جماعة وبالراحة مصريين ومحدش يعرف يهزر معاكم احنا ما بننجزش انجازات كبرى غير تحت ضغط التجربة للأسف بتقول كده طول ما احنا مراحراحين زبدة كده بأي مطش دخلنا الجول الاول تلاقي الفرقة قاعدة مريحة ليه؟ جيب الجول التانية والتالت والرابع وتماني استشعرنا خطورة يا خبر يسود يلا بيدا نلعب استشعرنا ان احنا في التمان مريحين خليني اخد معايا على التليفون الناقض الرياضي البارز والهام والكبير صدقنا وزمنا لأستاذ إيهاب الفولي اهلا بيك يا إيهاب اهلا بيك يا أستاذ يوسف واهلا الحمد لله واهلا بكل مشاهد يا حضرتك اهلا بيك ما رأيك في مسألة محمد صلاح والهجوم اللي بيشن وانا ارى انه الهجوم بيشن من اطراف سيئة للغاية اخوان وغيرهم من اللي ليهم مصلحة في الهجوم على صلاح من ناحية وللأسف ناس كتير بتروح ماشية بست ورا الركب كده على طول اه شوف يا أستاذ يوسف هو اكتر واحد في اللحظة اللي انا بكلم حضرتك فيها دلوقتي حزنا على عدم مشاركته مع منتخب مصر في المباراة اللي تجرى الآن في كوتفوار هو محمد صلاح اكتر حزنا وقلما هو محمد صلاح طبعا محمد صلاح من اكتر اللاعبين وطنية محمد صلاح انا عصرته من الفين واربعتاشر ايام منتخب طردين ايام تصعيده يعرف يعني ايه منتخب مصر يعرف يعني ايه بلده اللي ما كنا بنتكلم معنا لو جماعة مني بيه اكتر من لقاء واكتر من حوار واكتر من مقابلة واكتر من الحديث محمد صلاح بيكلمك عن مصر دي هو عارف ان لحم كتابه مسهر البلدية فاللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي اكتر واحد حزين على عدم مشاركته مع منتخب مصر وعدم وجوده في قصة زميله اللي بيحبوه وبيقدروه وعارفين انته هو محمد صلاح حملة ممنهجة يا استاذ يوسف بيتعرب لعم محمد صلاح قبل مشاركة منتخب مصر في قصة زموار عبر تاريخ محمد صلاح وعبر اعتلاقه منصات التسويج العالمية وكأن الناس اللي بتتربص بمصر مستقطرين على مصر اللي هي تقول للعالم قادي النموذج المشرف للانسان المصري قادي محمد صلاح فخر العرب فخر العالم محمد صلاح لما بيطلع في اي محفل عالمي بيتقال محمد صلاح الفرعون المصري ما بيتقالش محمد صلاح لعب لفربول انجليزي جنسيته سابقى اسم نديد جنسيته سابقى اسمه ولكن للأسف يا استاذ يوسف زم حضرتك تفضلت وقلت الكتائب الالكترونية اللي بتسعى بنهش البلد تسعى ان هي تقلل من قيمة اي شيء القوة النعمة المصري بتتمثل في نجومها سواء لها عيب كورة سواء فنانين سواء يعني علماء اي حد هيعمل حاجة وهيتقال جنبه اسمه مصر هتاق الكتائب بتهجمه وبتتسابق وتتسارع على ان هي تنال منه وكأنه هو يعني ارتكب جريمة النهاردة محمد صلاح بورث اي نادي في العالم وبحجمه ايمة محمد صلاح الناس بتقع نادي اللي فاربول انجليز مقدارين ايمة محمد صلاح وعارفين يعني ايه الخطوة اللي بيخطيها محمد صلاح النهاردة هو بياخد لاعب هو طلب التقارير الصبية بتاعة محمد صلاح من المنتخب الوطني ويعرف حجم الاصابة وهيبتعد عن المنتخب قد ايه فالتأهيل بتاعه لما بتبقى في مكان مجهز باحدث الاجهزة العلمية واحدث الاجهزة الطبية غير لما بتبقى رايح بطولة بتبقى المستشفيات او الحاجة اللي انت رايح بتبقى نعاك زي الاسعافات الاولية يعني طبيب المنتخب يشخص وبعد كده ينقل للمستشفى فالجهاز الفني او جهاز الطبي او جهاز الاداري محمد صلاح لاجم يتعالج ويتآهل وما قالوش ان هو يغيب عن منتخب مصر قالوا لا محمد صلاح يتعالج ويرجع بعد ما يتعالج ويتآهل بإذن الله يا منتخب مصر يكون شرفنا كلنا وصعب للأدوار التانية ويبقى محمد صلاح موجود ولكن هي فرصة لهواة الصيف في الماء العكر عشان تهد وتحبط من همم محمد صلاح اللي شرف القرى العربية وشرف القرى العالمية وشرف القرى المصرية وساهم وبتك على كلمة ساهم في صناعة تاريخ مصر لما تيجي تتكلم عن رموز المصرية ورموز الوطنية عمرك ما تخفل محمد صلاح فللأسف يا أساس يوسف اللي بيحصل مع محمد صلاح ده يعني مفضوح يعني الناس كلها عارفة ان دي ناس بتنال من محمد صلاح عشان مصر صعبان عليهم اسم مصر يتحط فوس يعني عظماء العالم زي ما حضرتك قلت لما بيطلع جايزة أحسن لعب في العالم لما بيدخل محمد صلاح يتنافس مع ميسي ومع رونالدو ايه ايه الجمال وايه الحلاوة اللي مصر بتبقى فيها دي اقوم انا كسر في كل ده بقى طبعا طبعا انت كسر فيه وتبتدي تقول ده محمد صلاح ده خايل لو قصر حضرتك عديت حاجة يعني انت عديت الخير اللي بيعمله محمد صلاح سواء بقى على مستوى يعني كان على مستوى الاشخاص او على مستوى لانه فيما نعلمه وفيما لا نعلمه بالقطع والله والله يا سيد يوسف انا شفت فيديو شفت فيديو من كم يوم واحدة ستة ستة كبيرة متشايرة على اليوتيوب الناس بتسألها محمد صلاح قعدت تدعيله وقالت هو معرف ميش انا زوجي متوفي وبربي جتامة والفيديو ده هتلاقيه منتشر يعني لو الاعداد تدور عليها يجبه محمد صلاح جاهز بنتي فهو محمد صلاح لما بيعمل الخير ده هو بيعمله مع يعني ليه عشان هو حاسس بقيمة وطنه وحاسس بقيمة ان البلد دي دي مصر دي مصر يا جماعة محمد صلاح ده لعد مصري احنا يعني واحنا كنا يعني من امتى واحنا شجعنا لفربول عشان محمد صلاح مثلا يعني او الله احنا شجعنا لفربول تعالى بص انا اتفق معاك بالكلية على المسألة بتاعت محمد صلاح وانه هناك من يريدون هدم محمد صلاح وصورة محمد صلاح وانه الهدف مش محمد بالتحديد الهدف هو القوى النعمة المصرية والكورة المصرية والقوى النعمة المصرية على اختلاف مستوياتها وهتلاقي ده بيحصل فيه مناحي اخرى ايضا بس كمان انا مش هينفع فوت واسألك انت شايف ماتش النهاردة ايه وهو بص يا سيد يوسف هي الناس شايفة ان القرى الافريقية اللي هي بتاعت زمان ده القرى الافريقية تقدمت احنا شوفنا معارضة غنية غنية بتخرج صاحب الارض بتتسور بعض تخيل اه يعني محدش يتوقع لكن هي القرى الافريقية كده فريق الراسل الاخضر ده جاي من بعيد الناس كلها ما كانتش مثلا متوقع ان هو يكسب غانة غانة دي من اقوى يعني من الاصل يعني ما تيجي تعمل سيفيل المنتخبات الافريقية لازم تحط غانة دي فوق افضل المنتخبات الراسل الاخضر كذبه لكن النهاردة انت منتخب مصر منتخب مصر الجيل الحالي للقرى المصرية بيضم عناصر يعني مميزة جدا 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 محمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش وتريزيجي والشناوي والنني انا بحب النني ها اه النني جميل وبرضو بينالوا من النني يعني يعني بيهاجموا هم عايزين منتخب مصر المجموعة اللي هي اللي جاندات عايزة منتخب مصر ال 11 واحد تنزل الياب صبيضة ما يبقاش فيه العيد هنا ولا العيد هنا هم مش عايزين حد ينصل مصر هم عايزين مصر تبقى ما تلعبش يعني ان كان عليهم مش عايزين مصر يسمعوا اسمها مصر بتزرج ناس كتير قوي زياد عن النزوم او الله يعني يسلم مصر يعني انت على حضرتك دفعت عن البرنامج في برنامجك عن اي حاجة مصرية دلوقتي ممكن يخش ويهاكموه كإنك انت روسي مثلا او كإنك انت لاتيني لالله ده انا مصر يا جماعة طيب متاخدنيش فدوكة المطشو بتاع النهاردة هنكسب ولا نتعادل لا لا هنكسب ان شاء الله ومصر بإذن الله مصر هتبقى في النهائي وان شاء الله محمد صلاح مع زميله يشيلوا الكاز بإذن الله ويرجعوا بلدنا منصورين ومرفوعين الرابط طيب خد معايا كمان سؤال بقى نكسب كام كام في تأديرك التأدير الواقعي يعني واحد صفر واحد صفر ان شاء الله قادر يا كريم يا رب قادر يا كريم أشكرك جدا 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 ناقدنا الرياضي الكبير والبارس زميل عزيز إيهاب الفولي أغنى بلد في المنطقة مين مصر هتيجي تقول يوسف انت بقى 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 شوف الجملة ليست جملة لأجل التباهي المعنوي وانه الغنى مش بس فلوس شوف يا باشا تاني أغنى بلد واثرى بلد في هذه المنطقة بالكامل هو مصر بايه بكل الكوادر اللي فيه انا قلتلك مبارح الموظف لما بيروح يتقدم في أي شغلانة ايا كان هو ايه موظف بقى له 3-4 سنين او راجل كان عضوا منتدبا ومديرا تنفيذيا سي اي او في شركة ما لما بتعمله استقطاب عشان يروح حتة تانية بناء على السي في بتاعته السي في اللي هي تراكم خبراته وتاريخ الوظيف تاريخه الوظيفي ومعدل نجاحاته فيختطف هذا الرجل او يعني يتم يلطلقت كده بيسموها الهيد هونتنج علشان خطر اخده في شركة تانية انا اشتغلت في شركة زمان انا طبعا ولاقي دايما لها يعني شركة اتصالات كبيرة جدا من الشركات المقدمة للخدمات بتاعتنا يعني ودي كانت اول شركة في مصر وقتها والمدير التنفيذي بتاعي او بتاعنا وقتها الله يدي له الصحة يا رب المهندس عثمان سلطان هابلش اسمأ شركتها واتذكر انه المهندس عثمان سلطان دا كان هو المدير التنفيذي بتاعنا وكان عمره وقتها اظن وقتها طبعا 40-41 سنة احنا كنا عالي صغيرين عندنا 22 سنة و23 سنة واتذكر الرجل كان بي اتعامل معانا ازاي بمنتهى اللطف والمحبة والتواضع وكان طول الوقت ينصحنا في أي وقت يعني يبقى معدي فجأة تليه دخل على الإدارات ويقعد يتكلم معنا ومش عارف إيه بنعمل تجمع كان نصف سنة ويتليه قعد معنا وعمال بيتكلم وما إلى ذلك وعثمان سلطان ده كان عنده تاريخ قبلها يعني رجل ده كان بيشتغل في أسبانيا في شركة كبيرة جدا هناك وبعدين جوم صحاب الشركة هناك أو المساهمين الكبار اصطلحوا فيه ما اصطلحوا عاليا لأنه احنا عايزين عثمان سلطان يجي من أسبانيا ويشتغل معنا هنا في الشركة اللي بنأسسها في مصر وهو مديرها التنفيذي وبعد سنوات الحقيقة من النجاح المبهر يعني مش عايز أقولك كم العروض التي قدمت للمهندس عثمان سلطان ربنا يديله الصحة حتى ينتقل إلى شركة أخرى من الشركات الكبيرة اللي موجودة بقى هنا في الشرق الأوسط لدرجة أنه نزل خبر أنا بقولك شو بقى لحده نزل خبر على عثمان سلطان باعتباره أقوى مدير تنفيذي وأغلى تعاقد اتعمل في الدولة اللي رحل مهندس عثمان سلطان ده السيفي دي مقدمة عشان تفهم يعني إيه سيفي مصر بالمناسبة أنا عايزك تقعد تفكر كده مين أهم وأقوى وممثل عربي أستاذ عاد الإمام الله يديله الصحة مين أحلى صوت غنائي أو صوت غنائي لسيدة في العالم العربي أنغام مين أحسن مخرجين في العالم العربي وأقوى أفلام ووصلت إلى العالمية ورحت مهرجان برلين ورحت مهرجان كان وترشحت لأسكت مخرجين المصريين أقوى مسلسلات شكلة الوجدان العربي مصر أقوى أفلام شكلة الوجدان والثقافة العربية مصر أقوى كتاب ومفكرين في العالم العربي مصر أدوطها أحسن وزكي نجيب محمود أنا لو عدت عد والله العظيم الحلقة تخلص وما يكفيني فيها عشرات الحلقات أهلا وسهلا بكم طيب إحنا لسه كنا من يومين كنا بنكلم دكتور عمر الديب في موسكو وكنا بنتكلم على مسألة الصبة الخرصانية الأولى للوحدة الرابعة أو للمفاعل النووي الرابع مصر عندها برنامج عظيم جداً للمفاعلات النووية في الضبعة لإنتاج الطاقة والأبحاث وما إلى ذلك حلو؟ طيب إحنا دلوقتي إن شاء الله وبكرة بأمر الله هيبقى فيه عندنا حدث عظيم وهو الصبة الخرصانية الأولى بتاعة المفاعل الرابع هتبقى فيها بقى فخامة رئيس الجمهورية هيبقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى آخره السؤال هو بقى إيه هي طبيعة البرنامج النووي المصري يشوف الاسم كده إيه دايماً يخوف ولكن مش كل البرامج النووية معمولة علشان خاطر نعمل أصلاحة ضمار شامل ومأت لا لا خالص في برامج نووية بتتعمل علشان الطاقة وعلشان الأبحاث وإحنا كان فيه عندنا قبل كده مفاعلات لأجل الأغراض البحثية تعالوا نتكلم على البرنامج بتاعنا في ظل ما نقوم به من مشروع عظيم أكتر من عظيم بصراحة في الضبعة خلونا خب معنا على التليفون دكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً أهلاً بك يا دكتور أهلاً بك يا سيد يوسف أهلاً بحضرتك دكتور علي يعني عايزين نتكلم على البرنامج النووي المصري ما لمح هذا البرنامج إيه؟ ماذا يريد المصريين من وراء إنشاء هذه المجموعة من المفاعلات؟ أقول لسيدك أولاً إحنا من أيام الزعيم جمال عبدالناصر الله يرحمه وفيه عقيدة مصرية بالنسبة للبرنامج نوو المصر العقيدة دي بتقول إيه؟ نقل التكنولوجيا النووية إلى المصانع والشركات والعمالة المصرية حيث أن الشركات المصرية والمصانع والعمالة المصرية ترتقي رتبتها إلى رتبة الجودة النووية وبالتالي الصناعات اللي بتطلع من المصانع المصرية سواء صناعات حربية أو صناعات مدنية تقدر تنافس بيها أي دولة في العالم تنافس بيها أمريكا وروسيا وأوروبا وتبيع وتكسب وتجيب عملة صعبة وتجيب كل حاجة فالمحطات النووية أصلاً أمن قوم تكنولوجي وده العقيدة المصرية بتقول كده وعشان كده إحنا هنصنع 20% للمحطة النووية الأولى ثم 35% بحطة تانية بحيث أن الصناعات المصرية وستك لو رحت شوفت موقع الضبعة حتى في شركات كتير مصرية شغالة طبعاً فالعمالة اللي هناك والمهندسين بيكتسبوا خبرات نووية يعني خبرات كبيرة جداً دي كلها بتتنقل في حياتهم في شغلهم بعد كده بالأدافة إلى أن المحطة النووية وهي شغالة هيبقى فيه صناعات مخلصية برضو على نفس الردب النووية فهنا المصانع المصرية والشركات المصرية هيبقى تبقى قوة ضاربة لمصر على مستوى العالم بعد كده تدي الكهرباء ماشي خلاص أنا بأخذ منها كهرباء هتوفر لي في الوقود لأن الوقود النووي في السنة بتاع المحطة دي 60 مليون دولار لو شغلتها بالغاز هتشغلها بـ 200 مليون دولار بالأدافة إلى أن الغاز اللي هتوفره نتيجة لتشغيل المحطة النووية هتشغلوا في الصناعة هيكسف تسع مرات على أن لو حرقته في الكهرباء يبقى أنا بكسب مشروع التسماري من الدرجة الأولى فالموضوع موضوع أولاً بيعندك محطات نووية بعدما كان يعني بيحاولوا يمنعونا وبعدين لما جاء السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عطى دفعة قوية لأن إرادة بد فيها إرادة مصرية قبل كان الإرادة كانت مسكوبة يعني إحنا 64 وفشلنا و74 وفشلنا و79 وفشلنا و83 وفشلنا ما نجحناش إلا مجال الرئيس وإرادة قوية جداً سياسية قوية وهو متبني هذا المشروع وراح لروسيا واخدنا من روسيا ولله الحمد المحطة الرابعة بنبني فيها بدايتها لها الصبر الخرصينية ثلاث محطات ثلاث وحدات بدأنا فيهم الصبر الخرصينية ما فيش اللا الرابعة وبدأ بنقول للعالم كله إن المشروع النووي مشروع حاول ماشي تبقى للمخطة الموضوع له وسابقه سابقه لأن أنت من شهر ديسمبر 2017 2017 للمدية عقد دلوقتي لـ 2024 يعني 2024 ده إنجاز رهيب أما رابع محطة تدخل في البونة ده إنجاز رهيب جداً على مجلس سؤال يا دكتور علي ناس كتيرة دكتور علي أكيد بتطرح التساؤل إنه ومتى تبدأ هذه المحطات أو المفاعلات في إنتاج الطاقة بالفعل ويا ترى هل ترى هي عمرها بيبقى كم سنة ماشي أولاً إحنا أول محطة إن شاء الله تدخل على التشغيل التجاري سنة الثمانية وعشرين بإذن الله والمحطة الأخيرة سنة الثلاثين يعني أنا من ثمانية وعشرين لسنة الثلاثين إن شاء الله سنة الثلاثين يكون أربع محطات نووية عندك بإنتاجوا الكهرابة بيوفروا لك غاز وبيوفروا لك الغاز وبيوفروا لك تفرق في السعر الوقود فالعملية عملية أضخم مشروع في تاريخ مصر هو مشروع التابع النوو ثم إنه هو ده جزء من مشروع كبير يعني مشروع النوو المصري لا يقل يعني عشرين محطة نووية إن شاء الله موقع التابعة ياخد أربع محطات المحطة عمرها ستين سنة المحطة بتشغل اتنين وتسعين في المية من عدد ساعة السنة المحطة اللي بتشغل بالغاز بتشغل ستة وخمسين في المية من عدد ساعة السنة طريق شاسع المحطة الغاز اللي بتشغل بالغاز عمرها خمسة وعشرين سنة المحطة النووية عمرها ستين سنة وإن شاء الله يبقى تمانين أنهما كل ما ترسل للستين سنة يقوموا يزودهم التسريح التشغيل فممكن تبقى تمانين وممكن تبقى مية يعني إحنا إحنا أما تمتلك محطات نووية في أنت امتلكت القوة المصانعة تاعتك بقت قوية جدا أنت عندك أصبحت يعني قناة الشوائز دي بتميز مصر على مستوى العالم والمحطات النووية نفس الشيء بتميز مصر في القوة على مستوى العالم صحيح صحيح أنا بشكرة جدا يا دكتور علي كل الشكر ليك دكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق إذن الملخص يا سيد شوف بقى المحطات النووية المصرية يمكن زي ما ذكر دكتور علي إحنا في عندنا خطة واسعة جدا نحن بقى في عندنا حوالي 20 محطة طب أنا بكلمك على هذه المحطات هم 20 أو هم 4 لازم نبقى فاهمين إن إحنا بنتكلم على أمان على مستوى الطاقة إن أنا عندي قدرة واسعة جدا على توفير كم ضخم وهائل من الطاقة لأجل الاستخدامات لأجل البنية الصناعية المصرية لأجل تطوير الصناع ده شق شق التاني وهو الأهم إن أنت بترفع من معدل قدراتك التكنولوجية جدا قوي خالص أضعاف أضعاف اللي موجود طيب ثلاثة أنا بتكلم على محطات نوية يعني أنا بتكلم عمليا على مراكز بحسية وفي الحتة دي لازم تبقى فاهم حاجة لطيفة قوي المجال بتاع أبحاث الطاقة النوية مجال واسع لدرجة مخيفة يعني أنا مبارح كنت قاعد أقرأ على شركة في الصين يعني اسمها بيتا فولت حلو الشركة دي أنا قاصد أقول لك اسم الشركة مش موجودة في مصر يعني بتعمل أبحاث بالمناسبة هذه الشركة شركة بتعمل أبحاث لأجل الاستخدام يعني بتعمل أبحاث عشان تطرح منتج بعد كده يستخدم إيه بقى البحث اللي بيشتغلوه بقى بيتا فولت ده بطارية قد عقلة الصبع كده دي بطارية نووية ده فعلا مش ظهر طاقة تقريبا تفضل بطارية نووية يعني زي ما كان بيتكلم دكتور علي دي بتقعد عشرات السنين يعني مفيش حاجة هم عايزين يعملوا فيه ايه؟ عايزين يشغلوا بيها التليفونات ويشغلوا بيها البيوت ويشغلوا بيها قصد العربيات ويشغلوا بيها مكان ويشغلوا بيها روبوتات ويشغلوا بيها تطبيقات ذكاء صناعي ويشغلوا بيها حاجات إذن أنا بشتغل على أبحاث تؤدي إلى أنه في وقت من الأوقات أنا أستغنع عن البطارية العادية بتاعت التليفون يعني مفيش حاجة اسمها هشحن التليفون مفيش حاجة اسمها هروح أشتري باور بانك مفيش حاجة اسمها أصلاً سيت الشحن في بيتنا في حاجة اسمها أن التليفون هيفضل شغال طول ما التليفون ده مش بايز لأنه الطاقة مستمرة مستدامة لا تنتهي على الإطلاق دي الأبحاث بتاعت لما يبقى فيها عندي محطات نووية فأقدر طور طول الوقت في التكنولوجيا بتاعتي وطور طول الوقت في الصناعة بتاعتي مصر يا سادة أكبر بكتير مما يتصور بعضهم أو أغلبهم في النقطة دي خليه بس أقولك حاجة بقى بعد إذنك عشان يعني إيه يعني فيه أمور كده ليه هلزوم إنها تتقال هو الناس قاعد عمالة بتصول وتجول في بعض الأمور اللي ممكن ما يكونش فيه عندهم منها لا معلومة ولا في نفس الوقت اللا معلومة يعني حالة اللي بنسميها كده بقى أصبح فيه مصطلح حرق يقولك الهبد الناس قاعدة بتهبد بص يا سيدي المناطق استخراج الغازة المصرية زي الفل زي الفل أنا ما عنديش أي مشكلة غازة في مصر خالص أصل الكهرباء لما بتقطع دي قصة تانية والله العظيم تلاتة هحكيلكم تفاصلها في وقتها الأمور لازم تتقال في وقتها مش كل حاجة بتتعرف لازم تطلق وتقال ولا يجب بعض الأمور حتى لا يجب أن تقال تلميحا عشان فيه أمور يمكن أنا وزملائي نعرفها وارد مش لازم حتى اللمح نحياته على الأقل عشان ما نقطعش ما ينفعش طيب أنا ما عنديش مشكلة في الغاز بل بالعكس ده أنا عندي لسه هطلع حاجات من حقل نرجس وعندي الامتياز بتاع نور وعندي اسمه إيه ده حقل زهر وزي الفل إحنا زي الفل طيب أنا بجمع غاز من الآخر كده أنا عندي اللي مش عندي حد أنا مش بتكلم على إمكانياتي في استخراج الغاز بس من شرط المتوسط لأ أنا عندي محطات الإسالة اللي عاملة صداع لناس كتير واللي في نفس الوقت هي فرصة إن أنا بقدر أخد الغاز من المنطقة كله أسيله عندي وأكسب فرق القيمة المضافة طيب أنا بجمع غاز ليه عشان أنا هصدر أو بدأت تصدير غاز وحضراتكم عارفين لكن ده أنا لسه عندي عقود تصدير غاز أكبر من العقود اللي فاتت وبنشتغل عليها وأنا وإنتوا بنتكلم كده بقالنا كذا يوم عندنا أقدر أقولك إنه تقريبا من بداية الأسبوع الثاني في يناير في مفاوضات رايحة وجاية مع دولة كبيرة جدا أوي خالص ومهمة جدا وعلى نطاق الصناع ألمانيا بالأخر عندي مفاوضات مهمة جدا مع الألمان لعقد غاز كبير طويل هفضل أصدر لفترة محترمة جدا الألمان أكبر دولة صناعية في أوروبا الاقتصاد رقم أربعة على مستوى العالم الاقتصاد الأكبر والأقوى على مستوى دول أوروبا ألمانيا فإحنا بنشتغل على إن إحنا هندي تصدير غاز لألمانيا حد سوالة حرج تصدير الغاز لألمانيا ده يعمل إيه يجيب لي فلوس كويسة إن شاء الله كام ما تشغلش بلك دلوقتي مش أنت اللي بتفاوض الحكومة اللي بتفاوض الدولة بتفاوض لقد إحنا نقدر نبيع بكذا بدل ما نبيع بكذا والنبي كفاية هبد مضيع البلد دي غير الهبد طيب فأنا بشتغل على إن أجمع كميات غاز وبسين وببدأ أشتغل على إن أنا هنقل الغاز ده لأوروبا طب أنا شغال فعلا وعندي حاجات بالفعل بوديها أوروبا وعندي خطوط وزي الفل لا ده أنا عندي عقد كبير بشتغل عليه مع الألمان وإن شاء الله يتم على خير ده مثلا أشحانش يقولك ما أصلي معندي جغاز إذن لما بعمل محطات الضبعة أنا بوفر الغاز بتاعي ده للتصدير لأن أنا هشغل البيوت من محطة زي مجموعة محطات الضبعة والسد العالي والحقول بتاعة طاقة الرياح والحقول بتاعة الطاقة الشمسية زي بمبان وغيرها وهكذا فيبقى الغاز بتاعي ده عمليا سروة حقيقية أنا أشتغل على تسيله وصدره وأدخل عملة صعبة كيفما شأت تبقى للاتفاقات العادلة العادلة جدا والناجحة جدا مصر في العشر سنين ما عملت اتفاقية واحدة وجلت ورئيس الجمهورية الله يديله الصحة والله العظيم 3 على أنه هو متحمل اللي بيسمعه واللي بيشوفه واللي بيئرادة والله العظيم 3 فطلعت المنطقة بتاعة ترسيم الحدود لاقتصادية بتاعتنا ومنطقة الاقتصادية بتاعتنا في شرق المتوسط وطلعت الاتفاقات وعملنا منتدى شرق المتوسط وعملنا محطات الإسالة بتاعة الغاز وجمعنا الغاز بتاعة المنطقة وبقينا احنا المصدر الرئيسي بقيت أنا المركز أنا الهب إذا كنت بتحب تسمع الكلمة الإنجليزي إلى آخره وده مثلا وده جون لقد احنا جايبين جوان كتير ناس تعتقد وترى إنه عشرين أربعة وعشرين هو عام مش عايف إيه وسنة كبيسة وأصلا إحنا حتى هذه اللحظة لازلنا نضع المسكنات ولا نضع الحلول لا ما بنشتغلش المسكنات ولا حاجة والله العظيم احنا بنشتغل على حلول طويلة الأمد طويلة المدى لا بس إيه اللي بيحصل يا عام يوسف بقولك إيه هو إحنا مش كلنا فرحنا بالبريكس مش إحنا في يناير عشان كله بيقولك بريكس كده تطبق في يناير هو إنت فاكر إن البريكس دي بتعدي كده يعني يعني إنت عايز تقول إن البريكس يتعدي على الأمريكان عادي مش هيزعلوا ولا يتقمسوا ولا يدبدبوا في الأرض ولا يتخنقوا معنا من تحت الترابيزة يعني هو الأمريكان مش قاعدين بيرازوا فينا أو الاقتصاد الغربي في بعضه مش هقولك في كله ولا في أغلبه في بعضه مش هيرازي فينا عشان اتفاق البريكس انت عارف يعني إيه مصر تخش البريكس؟ عارف يعني إيه الغرب يرى إنه مصر دخلت البريكس؟ هو أنت متصور إنه هيشوفك دخلت البريكس هيروح مسقف وينحني لك احتراماً وهيبوسك من هنا ومن هنا؟ هيحط لك نجمة على قرطك؟ لا هيشتغل عليك وهيدرب فيك وبيحصل وبيطلعوا تقارير مغلوطة يعني انت عايز تقول لي مثلاً إنه موديز عشان فيه حتى بعض الزملاء أحياناً يقعوا في مثل هذه الأفخاخ موديز خفضت التصنيف بتاعها وبقينا نظرة سلبية وبقينا وقلق واحدة واحدة بس طب ما ترجع للتحليل بتاع العقود الآجلة جنيه قدام دولار يعني لو أنا سلبي لو أنا سلبي في العقود الآجلة بتاعتي قصيرة المدى تحديداً والخبر مش بتاعنا احنا ده الخبر من رويترز هم اللي نشروه ونقلته عنهم المواقع والصحف المصرية ومستعدة طلعه لك دي الوقت على الهوى السعر بتاع الدولار قدام الجنيه في العقود الآجلة قصيرة الأمد نزل من سبعة واربعين لاربعين أقرالك والله العظيم لأقرالك معلش أنا عايز زميلي يستحملوني بس عشان بجد يعني إيه ماينفعش يا جماعة ماينفعش إيه اللي بيحصل استنى فين البتاع ده أيوة لا مش ده استنى فين الجروب بتاعنا بتاع الاعداد يا يوسف يا يوسف يا أمير الأمرة لا يا ده أنا رجل طيب وأمير ونلبس النظارة بقى إيه بتاعة عم دهب بس عشان إنترنت جوه الستوديو بقى ضعيف حابتين أرجع وقولك إنه آه يا فندم أنا في العقود الآجلة بتاعتي السعر بتاع الدولار قدام الجنيه انخفض من سبعة واربعين لاربعين طب إذا كان هذا الأمر إزاي مودس بتخفض التصنيف بتاعي وتقول نظرة سلبية ما أنا مش فاهم وإزاي إحنا نتلقف ده ونتعامل معاه لأنه أمر واقع وأن هذا يعني إنه اقتصادنا وإنه مش عارف إيه وبتاعتي لم أتعامل إلا بمنتهى المهنية والموضوعية إلا في مرات قليلة جدا وهذه المرات الحقيقة أنا أستطيع أن أقول أنا غلطان سيبنا من المرات دي إيه لكن وأنا مش كنت لسه بقولك على الحكومة الأسبوع اللي فات واللي قبله ومش عارف إيه لكن عايز تقولي إن الحكومة في مجمل سياساتها الاقتصادية كانت مخطئة خلال العشر سنين ولا الست سنين ولا السنتين اللي فاتوا لا في مجمل سياساتها لا طب في أغلب سياساتها لا في خمسين في المية من سياساتها برضو لا بعض السياسات بعض القرارات بعض الاتجاهات بعض والبعض القليل لو عايز الحق يعني والحق كل الحق البعض القليل طب هل هذا البعض القليل له تأثير طبعا ما قدرش أنك لكن هتيجي تقولي كل سياساتنا غلط إحنا لازم تغير كل ده انسف حمامك القديم زي الإعلان بتاع الزمان ده وإحنا صغيرين سوش أقدر أقول الإعلان إيه عشان لسه المركة دي موجودة في الأسواق لحد دلوقتي حاجة نوستالجيك فالتصنيف الاقتماني بتاع مودز أنا لا أرى أنه تصنيفا عادلا ولا نزيها على الإطلاق لأنه لما أنا أشوف التقييم بتاع العقود الأجلة جنيه قصد دولار سعر الجنيه بيعلق قدام الدولار فينخفض السعر من 47 إلى 40 ما ينفعش مودز تقول إنه أنا نظرة سلبية ولا حاجة ثم الحاجة اللي بعدها هو أنا تخلفت عن سداد أي التزام علي كدولة ما حصلش لو بيسموه كده عند بيقولك عمل ديفولت ما حصلش طب سلبي على أساس الإيه يعني إيه هو المعيار والأساس اللي اتبنى عليه إن أنا سلبي سلبي إزاي سعر الجنيه بتاعي بره بيتزبط في العقود الأجلة قصيرة المدى مش حتى المتوسطة ولا البعيدة يبقى إزاي سلبي إزاي يعني تقولي إنه ده تقرير نزيل عايز تقولي إنه الغرب بشكل عام بيتفرج علي وانا بمضي بريكس وانا بمضي ما بيني أنا والسعودية اتفاق في نهاية عام 23 إذا كنت تتذكر جيدا يعني عاوز تتفرج علي وأنا ببني محطات طاقة نووية مع موسكو عاوزوا يتفرج علي وأنا بعمل اتفاقات كبرى ويمكن كان أخيرها في الرابع الأخير من سنة 2023 في الاتفاق مع الصينيين واستثمارات في الاقتصاد الأخضر والطاقة الخضراء وعملنا أظن اتفاقات لو أنا فاكر الرقم مضبوط يعني لنسا جاي على بالي دلوقتي أظن 14 أو 15 مليار دولار تقريبا حجم هذه الاتفاقات أنت عايز اقتصاديات غربية تتفرج علي وتسقف أو تتفرج علي وفي أقل الأحوال تقف صامتة لا إحنا مفيش حد واقف صامت ولا حاجة أنت عايزهم يتفرجوا علي وأنا وقف وش الصهاينة وقف وش عواصم صنع القرار في العالم من اللحظة الأولى مناصر لقضية المركزية ولقضية شعب عربي ألاوها والشعب الفلسطيني وهيتفرجوا هيحبوني يعني إزاي لا إحنا لازم كلنا نبقى فايقين قوي يعني أنا راجل في حياتي لا ألتفت للتفاهات ولا أرد على السفهاء بجد يعني لكن أنا شغلتي إن أنا ننور حضرتك دور وراي أنا بقول لك أهو دور على التقرير اللي الله العظيم عايز يفتح أهو بص أهو 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 الشبكة صعبة هنا جدا مبنى العظيم خرصانة إيه عظم أهو بص مش عايز يفتح خرصانة رهيبة فمنع الشبكة ولا مش دخل على الواي فاي بتعلى الستوديو فحالتي صعبة قوي فإيه يا جماعة ما تشوف النهاردة مصر بيتوقع مع إيطاليا اتفاق عظيم اتفاقية رائعة لتشغيل خط رورو لنقل البضائع أنت عارف يعني إيه خط رورو لنقل البضائع يعني أنا بربط البر والبحر سويا باتفاقية لنقل البضائع ما بين إيطاليا وما بين مصر والعكس صحيح رايح جاي أنا بنشط حركة التجارة اللي ما بيني وما بين إيطاليا السفن هتبقى شايلة التريلات أو الشاحنات على ظهرها يعني السفينة مثلا توصل المينة عندي السفينة وصلت المينة عندي هب بإجراءات بقى جمركية ميسرة جدا واتفاقات بتتعمل مع الطلينة إلخ إلخ هتلاقي شغال عليها وزارة النقل وشغال عليها وزارة المالية من الجانبين بالمناسبة فالمركبة توصل هب التريلات الشاحنات تروح جاية زيو خارجة تريبيت ماشي على الطريق تروح بقى على المخزن تروح على التلاجات تروح على إلى آخر نفس القصة تخرج من عندي تروح على المينة هناك في إيطاليا السفون المصري ترسى في المينة تتفتح المركب هب تروح نزل التريلات نشر فده نشرط الحركة يصرع وعايز في بعض الناس تتفرج علي ويسكتوا معي على التليفون سيد تلوة رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أهلا وسهلا يا فندم وغير أنه ألف مبروك ألف شكر كمان يا فندم أهلا وسهلا بحضر يا فندم أهلا بحضر أهلا بحضر أهلا بسياتك سيدة اللوة رضا عايزين نعرف أكتر على هذا الاتفاق وعايزين نعرف تفاصيل يعني تمام هو احنا طبعا الخط الرورل اللي ان شاء الله يعني هيكون بين دوميات ومينة ريسة الإيطالي لأن احنا اشتغلنا عليه من نهاية أو نهاية يعني عام 2017 لأن كان يهمنا طبعا في الوقت ده أن احنا نزود صدراتنا من الخضروات يعني والفواج التصديق أو سريعة الثلاث زي ما احنا بنسميها كويس وإحنا يعني الحمد لله يعني في السنوات الهليلة اللي فاتت التطوير يعني اللي بيحصل في المزارع وفي طريق زراعة المحاصيل الزراعية تحديدا يعني حصل فيها يعني ارتفاع في الجودة وارتفاع في النوع وكل حاجة يعني جايز فيه ناس أقدر مني في التكلف هذا ولكن احنا شغلنا علشان نيسر ان الخضروة الفاكهة المصرية اللي هي مميزة فعلا في أوروبا يعني ان هي توصل في الوقت المضموط اللي هي زي ما بقول كده سترحتي تلف وفي نفس الوقت نعظم هذه الصادرات اللي بتعود طبعا على الدولة بالعملة الصعبة فده كان ده كان التحدي بتاعنا ان احنا يعني نوجد هذا الخط يعني يشتغل وينفذ معانا هذا الامل الحاجة التانية ان احنا لما ابتدنا نشتغل لقينا طبعا ان في حاجات تشريعية بتقايد هذا الموضوع فالحقيقة يعني طبعا كان معانا توجيهات يعني من من رأس الجمهورية ودعم جميل جدا من فريق كامل معالي وزير الناس ان احنا نغير هذه التشريعات والقوانين اللي بتنظمنا بتنظم شغلنا فالحمد لله يعني هنا حاجات تجيب جدا منها اه اتفاقية يعني عشان انا سامح حضرت بتقول للعربيات والشاقيات انها تقدر تتحرك داخل الجمهورية عندنا بيسر وسهولة اه احنا خلصنا اتفاقية بينا خلصنا حاجات تجيب جدا عملنا مزاكرة التفاهم مع مينة كريسة وبينها وبين دومياط اشتغلنا مع المجلس للتصدير الحقيقات الزراعية علشان طبعا هو المنوط عن طريقه حنبتدي نصدر القدر والفاكهة من منظميات ان شاء الله اشتغلنا طبعا مع وزارة الداخلية علشان قوانين المرور المصرية ففيه جهود كثيرة جدا يعني تم استهازها والحمد لله ربنا بيكللها دائما بالتوفيق يعني وان شاء الله الخص ده يقود على جمهورية مصر العربية ويكسر يزود يعني ترزيل الحسارات الرعية والفاكهة لان طبعا فيه منها بيسافر عن طريق الطيران فده حيساعد كتير بنفاذ الخدر والفاكهة للصدية والأوروبا بشكل عام عظيم جدا انا بشكرك جدا سات اللواء كل شك لسات اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحر اجبت زي ما بقولك كده المركبة يبقى عليها النقل المبرد تروح نازلة في المينة من المينة تبدأ تنتقل تذهب الى المنطقة بتاعتها حفاظا على هذه السلح بنتكلم على فاكهة وخضرات وما الى ذلك في اي سلح السلح اللي بنسميها السلح سريعة التلف طيب معلش قبل بقولك على اللقطة اللي جاية دي بص ادي بقى النضارة اهو الله العظيب اعادت بقى عملت عميل الخبر ده اتنشر يوم الخميس 18 يناير 20 24 عكس السوق السوداء لماذا تحسن الجنيه في العقود الاجلة للمدى القصير شوف بقى احتبقا لموقع مصراوي بالتحديد فبيقول اوضح الكثير من الخبراء ان وطيرة التوقعات بانخفاض سعر الجنيه رسميا بالبنوك هدقت فيه الاسواق الدولية بعد تحسن لهجة الصندوق صندوق النقد الدولي والاقتراب من زيادة الدعم التمويلي لمصر ارتفعت ده عن رويترز ومنشور فيه مسلا في كل المواقع بس انتظلعتوا من على مصراوي ارتفعت قيمة الجنيه في العقود الاجلة غير قابلة للتسليم على المدى القصير ثلاث شهور والمعروفة بمصطلح الان دي افز ان دي اف والاس عشان عقود كتير يعني جمع وبيكلموا على امس الاربعة الى اقل دون اربعين جنيه بعد تعافي من ادنى مستوى اغلاق على الاطلاق عند خمسة واربعين جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بحسب بلومبرج يعني الخبر نشرته رويترز تبقى على تقرير او تبقى لتقرير عملا بلومبرج وارجعت ذلك الى التوقع بالانخفاض الحاد في قيمة العملة بدأت تتلاشى هم بيقولوا علينا كده الانخفاض الحاد في قيمة العملة بدأت تتلاشى مما ادى الى تضييق الفجوة مع السعر الرسمي وسط امال في حزمة اكبر من صندوق النقد الدولي لكن لا تزال العملة الصعبة نادرة بعد تخفيض قيمة الجنيه السابق انا اقرأ لك ما لنا وما علينا طيب العقود الاجلة هتليه هم هم نشرين ايه هي العقود الاجلة وما الى ذلك وبعد كده بقى ايه مكملين مؤسسات التمويل الدولية بتتوقع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ما بين 38 و45 خلال 20-24 ده في السوق السود ده كلامهم مش كلام نحن ده هم اللي بيقولوا من 38 ل 45 ده بالكتير خلال سنة 24 تيجي بقى واحد هايف يقولك اصله ده وصل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي كده واحد سفيه واش عارف يا جماعة الله العظيم بشقي ده حك وعندما رح وراني بوست تافه لحقيقة جدا كتبه إنسان أدفه علي فعادت أدحك قالت رده تقوله وبردش بوست تافه كان بواحد أدفه أرد أقول ايه يعني ولا لا عادي من يضحك أخيرا وبالمنسبة بخير وعد أفكر من ده الذي يشمت في اقتصاد بلده إلا إذا كان سفيها أو تفيها أو عبيطا مش هقول بقى متأمرا ولا بتاع سفيها تفيها عبيطا معرفش عموما تعال بقى نروح لحاجة لطيفة جدا مباراة عارف كده لما بتوع الكرة وبتوع الرياضي يقولك المباراة الماراثونية طاخ طوخ طيخ طاخ سكواش 85 دقيقة روان العربي تقلقت وأقصت نيلي المصنفة البلجيكية ونيلي كانت هي المصنفة رقم 4 على العالم روان مصنفة رقم 12 البطولة دي بالمناسبة كان بطولة جي بي مورجن بس جي بي مورجن للسكواش وتأهلت للدور ربع النهائي بص بقى الصورة دي دي نور الشربين قعدة مع روان نور كانت مخلصة المطشف تاعها وكسبانة وتلت وامتلت فبعض الأحوال ممكن يبقى اللاعب أو هذا الرياضي يخلص المطش بتاعه ويكسب وميد فل و14 وياخد بعضه ويروح بقى يستريح أنا تعباها من السكواش لعبة صعبة جدا 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 ومرهقها جدا 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 يعني فحاجة مذهلة وعايزة فتنس بن لازينة يعني انت مش متخيل وبرغم ذلك المحترفين الكبار بيبقوا خارجين من المطش هالكنين يعني لكن الحقيقة نور ما خرجتش من المطش هالكانة وخدت بعضها وراحت خدت دش دافي واستريحت في القتل لا دي رحت لروان وقعدت وزي ما انتم شايفين كده وقعدة قدامها على الأرض وقعدة عمالة بتتكلم معها ممكن تكون بتنصحها ممكن تكون بتشجعها ممكن تكون بتسبتها ممكن تكون بترفع من سقف طموحاتها وممكن قعدة يعني دول اتنين لعيبة او لعبات مصريات والاتنين دول مصنفات عالميات برضو مفيش منهم في حتة تانية ده عندنا احنا بس يعني ما هي والله ليس من بابل ان انا غيز حد بس والله انا مش كده انا بقولك انا رجل ابقى فخور فيه ناس بتفخر بصروتها المالية انا فخور بصروتي العقلية وانتاجي الفكري وفخور بولادي وفخور باخواتي وبأساتزتي بفخور بمفكريني وممثليني ومخرجيني وموسيقييني ومهندسيني ودكاتريتي جرائع عالم جرائع عالم ده احنا مش بس ده احنا بانينا المنطقة وبانينا العالم غير ان روان فازت يعني واقدر اقولك نتاج الاشرط بس انا مش مشغول قوي بنتاجة الشرط بقدر ما انا مشغول باللقطة دي نور وهي قاعدة بتشد من قزر الروان ويمكن تكون كانت بتنصح الصورة بتقول حاجات كتير يمكن يكون كان فيها النصيحة يمكن كان فيها التشجيع يمكن كان فيها الطمقنة الصورة في حد ذاتها فعلا تغني عن الف كلمة تجي تقول لي مصر مش اغنى دولة في المنطقة ده مصر اغنى دولة في الدنيا وانا في حد زي مش يوسف مصر 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 اهم تلاتين مرة تلاتين مليار مرة اقولك احنا اللي عملنا الواي فاي كده يعني ولا ايه عايزين تروحوا الفاصل عادش عايزين يقول لي عايزين نروحوا الفاصل ولا لأ مش عايزين تروحوا الفاصل طيب عايزين نكمل فيش مشكلة طيب عايزين تعرفوا النتيجة حاضر نقول النتيجة للمشاهدين والمشاهدات النتيجة كانت 3-2 نتيجة الاشواط كانت 11-1-7-11 12-10 11-13 8-11 طبعا كل ده لصالح روان حاجة الحقيقة تفرح ومبهرة وتشرف و 1000 مليون مبروك وليكن عنوانا لهذه الفقرة الصغيرة احنا اللي عملنا الواي فاي خليكم معنا بعض الفاصل بدأنا من الصباح في نوع اخر من التمكين وهو تمكين مراكس شباب مصر من المساحات الامنة يمكن احنا عندنا رؤية وخطة ان تكون مراكس شباب مصر مراكس منتجة مراكس تتفاعل لخدمة المجتمع والمجتمعات علشان كده النهاردة فتحنا مع سندول امم المتحدة بالسكان والتعاون الدولي مع السفارة السويسرية لدعم الاماكن الامنة بتخصيص مساحات لكل الوافدين على ارض مصر وايضا ملاكس شباب من اعضاءها لتمكنهم في العمال وتطوير قدراتهم وده لعقد اقتصادي على موارد تكون موجودة لهم طبعا على ارض مصر النهاردة نوع اخر من التمكين تمكين الشباب لمفاهيم الوزارة معاها وبالدعمها وهو تمكين اقتصادي للشباب تمكين الاقتصادي للشباب هل بالمعرفة هل بانشاء الشركات الصغيرة هل برواد الاعمال وريادة الاعمال هل في التوظيف وعمل منصة ها كل الامكانيات وكل الفرص لكل الافكار متاحة نهاردة بنطلق مع مؤسسة تكني شاركة جديدة ما بين وزارة شاب وريادة علشان نطلق دوري مصري لريادة العمال بالمحافظات ومراكز الشباب والبروتوكول ده ودوري ده هدفه ان احنا ننشر ننشر صفافة ريادة العمال والعمل الحر ما بين الشباب ثم بيحصلوا بتصفيات ومراحل متأخرة على الدعم من عدد من المستثمرين تمويل علشان يحاولوا افكارهم ووزراتهم لمشروعات حقيقة وشركات حقيقة يتساهم في الاقتصاد الحقيقة ده دور وزارة شاب وريادة الوطني في الوضع الاقتصادي الحالي الى ان احنا الشباب هو يكون قوة فعيلة في الاقتصاد المصري وانه يساهم في تشغيل اكبر قدر ممكن اخر من الشباب ونحاول نحن نقل المعادلات بطالة بقدر الامكان والحقيقة الشراكة دي بتأتي بعد يعني او في اطار مجهود كبير من الشراكات والمجهودات والمبادرات والبرامج المشاريع الوزارة شابوا الرياضة بتنفذها في اطار تمكين الاقتصادي للشباب في الحقيقة رياضة الاعمال هي فكرة او يعني شكل مختلف للشباب ان هما يقدروا يعملوا بيزنس هنقول ولكن البيزنس عشان يتحقق محتاج ان هو يكون بيحل مشكلة حقيقية ملموسة الشركات كتير بتفشل 90% من الشركات اللي بتبدأ بتفشل 10% بس بينجح ولما درسوا الاسباب الفشل لقوا ان 30% او 40% من الفشل الناتج ان مفيش مشكلة حقيقية الرائد الاعمال بيحلها مصر كلها فيها مشاكل كتير جدا والشباب والشابات محتكين بالمشاكل دي كل يوم وقدرين ان هما بشكل مختلف يفكروا بشكل فيه بتكار ازاي يحلوا المشاكل دي سواء كانت في قطاع المالي في قطاع الطبي في قطاع اللوجيستي اي ان كانت القطاعات احنا مش قفلين على قطاع معين فاتحين لكل القطاعات بحيس ان احنا نقدر نقول للشباب ازاي ندربهم على كيفية التفكير لحل المشاكل ندربهم على ازاي يقدروا يوصلوا للمستثمرين ازاي اقدر اتكلم مع مستثمر ازاي مين المستثمر المناسب ليا فطبعا بيبقى فيه برامج مختلفة بتساعد الشباب ان هما يحققوا سواء كانت افكارهم الى شركات او لو شركات موجودة تقدر انها تتوسع في اسواق تانية وتكبر وتجزب استثمرات ازاي ازايكو يا جماعة عاملين ايه كله شفتوا تريزيجية عمل ايه يا السلام عليه حتة جون سكر تحفة ما حصلش بسرعة انا احنا عاديين بقى كلنا متحفزين وعملين نبص هوب 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 وتريزيجية راح تراك جون وبعدين بقى ابص على التصوير اللي بعدها لو بالبطيق ده مش عادي بيسمون دلوقتي بيسمونه بتصوير لو سلو موشن يعني بيعيدوا بقى اللقطة تاني لا دا ايه دا مش بس راح ترك رازع جون في الشبكة دا عدى كبري من حرس المرمى ايه دا طيب قانوني هنا بقى بس وجبوا عني التنوية فكده النتيجة واحد واحد المهم يعني كتبنا الصحف الكبير أستاذ أشرف غريب رائع كما جرت العادة يستعيد المشهد الفلسطيني بكتاب جديد وموجود في معرض الكتاب الذي أدعوكم طبعا أنكم لازم تروحوا المعرض وما يفوتكوش أنكم تاخدوا الكتاب الجديد بتاع ناقدنا وكاتبنا الكبير الأستاذ أشرف غريب رئيس مركز الهلال للتراث أهلا بيك أهلا وسهلا يا أستاذ أشرف ألو طيب الخط بيقطع وانعارف يعني الشبكة عند أستاذ أشرف بتبقى عادة مش قد كده فإحنا إن شاء الله هنعود الاتصال بمرة تانية المشهد الفلسطيني دائما لا يغيب على الإطلاق على الإطلاق بعيدا عن القلم المصري وبعيدا عن الإبداع المصري المشهد الفلسطيني حاضر دايما في أزهان كافة المصريين فما بالك بكتابنا ونقادنا الكبار زي الأستاذ أشرف غريب يمكن في الحتة دي برضو داي عايز أقول لك على حاجة بنيمين نتنياهو الله قبل بنيمين نتنياهو خلونا الأول أرحب جدا جدا بكاتبنا الكبير وناقضنا العظيم الأستاذ أشرف غريب أهلا بيك فاند أهلا نسهلا أستاذ أستاذ أشرف إذاك يا أستاذ أشرف وحيشني قد الدنيا أستاذ أشرف أهلا حضر آه الشبكة أستاذ أشرف أنا سمعت طيب أنا مش عارف أسمع الخط بيقطع جامد لو الجو كويس هقولك اطلع البلكون لو الجو مش كويس هقولك طب يعني قرب من البلكون أو الشبكة أنا كده بدأت أسمع كويس أنا سمعت كويس خليني الأول أهنق وبشدة على الكتاب الجديد واللي يمكن يعني وصفناه بأنه يستعيد المشهد الفلسطيني مرة أخرى عايز أعرف يعني المزيد من ملامح هذا الكتاب أو أطره بشكل عام أول كتاب لا الخط بيقطع برضو دعا بعدين الخط بيقطع في اللحظات الهامة والفاصلة يعني طيب أنا في كل الأحوال إن شاء الله سبحانه وتعالى لازم هستضيف أستاذ أشرف قريب جدا وفي كل الأحوال لكم منا في برنامج التاسعة تغطية إن شاء الله لمعرض الكتاب ووقائع معرضك أحبش كلمة فعالياتاً أحب كلمة وقائعة دي لنا تربيت عليها من ون صغير بقى يعني كانت حاجة عظيمة كده طيب تعالى أخدك وإحنا بنتكلم على هذا المشهد الفلسطيني الكلمة اللي قاله بنيمين نتنياه بنيمين نتنياهو رئيس هذه الحكومة التي أقل ما توصف بها فأنها حكومة السمك لبن طمرهندي حكومة السمك لبن طمرهندي حكومة الدبحين والمتوحشين وليس فقط المتطرفين والمتشددين بنيمين نتنياهو بيقول أنه مصر على الحدود المصرية أن هناك عمليات لتهريب الأسلحة وتهريب المقاتلين وتهريب عناصر وكل الكلام الفارغ اللي هو بيقوله طيب أنت بتقول ده بناء على إيه؟ بتقول ده بناء على تقرير فأنا أقول لك اتلهي اتلهي بمعنى يتلو تلاه اتلهي على الرأي الدكتور وحي الفخراني في مسلسل أوبر عيدة اتلهي قولي التقرير في رئيس حكومة يطلع يتهم دولة ومش أي دولة مصر مصر اللي عملت أقوى وأشرص وأكبر وأهم ملحمة عسكرية في القرن العشرين وحتى هذه اللحظة اسمها انتصار 6 أكتوبر 1973 على الكيان الصهيوني المحتل فعلمت الصهينة الأدب وكانت أتل علق أو أسخن علق أكلها الصهينة في تاريخهم بل أقدر أقول لك لكلوا قبلها ولكلوا بعدها ولزالت جرحا غائرا في الجبين الصهيوني فييجي بن يمين نتنياهو ويبدأ العك الرائع والمبهج والعظيم في الموضوع أنه إحنا لدينا هيئة الاستعلمات المصرية ويترأسها كاتب كبير وصحفي عظيم الحقيقة وباحث لا يشق له غبار وده حقيقي يعني ودون أدنى مجاملة أستاذ دياء رشوان سيد دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بلدنا قال الفترة الأخيرة شهدت تصريحات لمسؤولين إسرائيليين وعلى رأسهم بن يمين نتنياهو وسيد دياء اختار كلماته بمنتهى العناية قال تحمل مزاعم والدعاءات خد بالك بقى مزاعم والدعاءات ليه بقى مزاعم والدعاءات اللي اختارها أساس دياء لأنه لا يوجد أي تقارير ولا وثائق ولا أي حاجة بتقول هذه الادعاءات الواهية التافيهة الباطلة واللي بيقولها بن يمين نتنياهو قال كده مزاعم والدعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب أسلحة ومتفجرات وزخائر ومكونات لقطاع غزة من الأراضي المصرية ونتنياهو بيقول لك وبعدة طرق وهناك أنفاق أنفاق ما بيني وما بين قطاع غزة يعني أنت متصور أن أنا هسمح بوجود أنفاق أنا البلد اللي عانت من الأنفاق وأنا البلد اللي أفلت الـ 1500 نفاق 1500 نفاق كان بيتهرب منهم أسلحة وزخائر ومعدات وإرهابيين ومتطرفين وقتل راح ضحية الأنفاق دي خيرة صاحبنا واخوتنا وولدنا لأنه منها كان بيتسرب الإرهاب لأراضينا في سينة أنا ذاك بيقول بن يمين نتنياهو أنه الأنفاق موجودة على جانبي الحدود طيب بن يمين نتنياهو بيقول كله كذب كما جرت العادة كذب كويس جداً حجم الجهد اللي قامت بي مصر في العشر سنين الأخار لتحقيق الأمن والاستقرار في سينة وتعزيز الأمن على الحدود ما بين رفح مصر وقطاع غزة فلسطين المحتلة حرب شاملة ضروس على الإرهاب اللي كان بيهدد مصر وبيهدد المنطقة بالكامل ومصر هي على الإطلاق وكل دول المنطقة تقدر لنا هذا الدور العظيم وتعلم أنه لا يوجد أحد كان يستطيع التصدي لهذا الإرهاب إلا الجيش المصري مصر نفسها عانت الأمرين من الأنفاء دي خلال المواجهة الشارسة مع المجموعات الإرهابية في سينة بعد الإطاحة بنظام الإخوان التعييس البائس الحقير في يونيو عشرين تلاتاشر وفضلنا نحارب لحد عشرين عشرين الأنفاء دي وبن يميننا تانيه عارف والعالم عارف إنها كانت بتمثل وسيلة كارثية لتهريب العيال القتلة الإرهابيين والأسلحة والمعدات والزخائر والمتفجرات عشان يتم تنفيذ الأعمال الإرهابية اللي راح ضحيتها تلات تلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكتر من تلات تاشر ألف مصاب مصري الملفت والذي يدعو للاستغراب زائد الاستهجام إنه رئيس حكومة الكيان الصهيوني المحتل هذه الحكومة الغاشمة المتوحشة يتكلم ولا يملك أي وثيقة عن كل ما اتدعى من تهريب أسلحة من مصر لغزة خصوصاً إنه لسه ما فأش حتى هذه اللحظة من الضربة اللي وجهت لي في 7 أكتوبر عشرين تلاتة وعشرين باسم طفن الأقصى وأجهزة استخباراتك ما عرفتش حاجة وكانت صفعة على الوجه الصهيوني أجهزة الاستخبارات الشقيقية القوية صاحبة أما ده لوقتك إحنا أقوى أجهزة استخبارات أقوى أجهزة أمن إحنا عارفين الأرد مخب بنه فين إحنا بنجيب الديب من ديله نحن نستطيع نحن نعلم نحن نعرف طول الوقت وطول الوقت دايماً يصوروا رجالتهم اللي هم بقى إيه الماكر الداهية اللي على طول عامل كده ده وبتاعه وشائي والشجاع والودي اللي ما حصلش واللي بيخش يا كل جيش لوحده الله هو مش أنت الدولة المسيطرة عسكرياً على القطاع أليس هذا القطاع تحته احتلالك وارجع للأمم المتحدة ألست أنت من تملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد الله مش أنت اللي عندك الجيش اللي لا يقر والتكنولوجيا اللي محدش يعرف يعملها والعقول اللي محدش جاب زيها وعندك قوات وعندك مستوطنات ومستوطنين الحقيقة أشرص من الضباع في البرية وقوات بحرية بتحاصر القطاع صغير المساحة قد كده من ثلاث جوانب قوتك بتحاصر من ثلاث جوانب من السحل البحر من شمال القطاع ومن غرب القطاع ويكتفي بنيمين نتنياهو بإطلاق الاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل ولا أي تقرير موسق ولا وصيقة عليها الإيمة يطلع يهبد أي ادعاء بإنه عمليات التهريب بتتم عبر الشاحنات اللي بتحمل المساعدات والبضائع مساعدات إنسانية وبضايع الأكل والشرب والمية والدوة والقوافل الطبية وعربيات الإسعاف اللي رايحة الأهلين في غزة لإنقاذهم من هذه الوحشية هذا لغو فاخر أقاسف فخري والله هو اللغو الفخر فعلا لأنه لغو مجازيه هو لغو فارغ ده تبقى لتعبير ومصطلح أستاذ دياء رشوان لغو فارغ ومثير للسخرية لأنه بمنتهى البساطة أستاذ دياء يمكن بيشرح ده جدا يعني وكلنا عارفين أي شاحنة أي تريلة محملة بالمساعدات ودخلة على قطاع غزة من هذا المعبر أولا بتعدي على معبر كرما بوسالم طب معبر كرما بوسالم يعني هناك في الجانب الفلسطيني تحت سيطرت مين السلطات الصهيونية بتعمل إيه السلطات الصهيونية بتفتش وتفتيش يعني ده أنا عايز أقول لك إحنا شو يعني أقول لك إيه طيب ده بيفتحوا المطراء بيبص على المطور من سلطة العربية بيبص في كل حتة أي خرم إبرة بيتبص عليه وبيتفتش وبيتعرب لكل الأجهزة والتقنيات الممكنة قبل ما يعدي على القطاع طيب 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 يبقى كل أو في معبر كرموس أبو سالم بيتم تفتيش كل الشاحنات اللي بتدخل إلى القطاع طيب مين اللي بيتسلم المساعدات مننا إحنا المصريين بنسلم فين بنسلم للهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة زي الأنروا إذن بن يمين نتنياهو كاذب يدعي بمزاعم كاذبة مزاعم صهيونية كاذبة وده دليل طيب تعال نشوف الجوهر الحقيقي لإدعاءات هذا الكيان الصهيوني ورئيس حكومته إيه الجوهر عشان يكمل في عملية العقاب الجماعي والإبادة الجماعية والتجويع والتعطيش لتنين مليون وتلتمائة ألف فلسطيني استشهد منهم خمسة وعشرين ألف داخل قطاع غزة طيب هي المسألة بس مرهونا بالجولة الأخيرة اللي بدأت في سبعة أكتوبر لا ده احنا بقلنا سبعتاشر سنة الفلسطينيين بيعانوا من الإرهاب والقتل والتجويع والاعتقال والخطف إسرائيل تفضل مستمرة يا سادة يا كرام في تسويق هذه الأكاذين عايزة تخلق نسق عايزة تخلق بالأدق سياق فيبقى فيه سياق ما تطلع منه من وجهة نظرها أنها في حالة حق طبيعي وشرعي فتدفع عن نفسها وتحتل ممر صلاح الدين ما بين قصين فلادالفيا يبقى إسرائيل عايزة عايزة تكمل في هذه السياسات المتوحشة وتحتل ممر صلاح الدين المرة على طول الحدود مع مصر وده بالمناسبة مخالف للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة ما بينها وما بين مصر مخالف لاتفاق 2005 اتفاق المعاني مخالف لاتفاق 2019 الممر التصالح الدين دهناق عندهم عشان برضو ما يطلعش يعني سفهاء القوم وبعض التوافه يقول لك أصل مصر 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 مين ده عنده وتحت سيطرته عاوز يحتل هذا المحور أو هذا الممر اللي هو ممر صلاح الدين طيب تعال بقى نشوف صديق الجملة ذهبية بصراحة في هذا البيان قال اي قال هنا يجب التأكيد الصارم على أنه أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجاد للعلاقات المصرية الإسرائيلية فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أراضيها وحدودها ولن ترهنها في أي أي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار وأن دا بيمضم لنفس ذات الخط المصري الأحمر اللي أعلنته مصر مرارا وها هو التكرار الرفض القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قصريا أو حتى طوعيا إلى سينة مصر مش هتسمح لإسرائيل بتخطي هذا الخط الأحمر هيتشقلب بن يمين نتنياهو وحكومته مصر مش هتسمح بتعدي الخط الأحمر خد بالك دا تهديد مباشر للحدود المصرية فلو عملت كده تبقى بتعمل حاجة كده اسمها فعل من أفعال العدو دي بالذات تختلف شوية عن يمكن تصرحات فخمة رئيس عبدالفتح السيسي مبارح المتعلقة بقى محدش يجرب مصر لا دا أنا أقولك بقى يا سادة يا كرام الإسرائيليين جربونا قبل كده وأظن يعني كانت العلقة سخنة بلاش بصوا العسكريين المصريين عندهم مصطلح جميل جدا 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 أنا أحبه في الحروب لما بتشتد أثناء الحرب بقى خلاص إحنا بص إحنا لا بنحب الحرب ولا عايزين بس إحنا قد الحرب متلت وامتلت وزي ما بقول كده هما مجربين لما بتشتد بقى الواتيرة أثناء المعارك المعارك ويا شغالة فالعسكريين المصريين عندهم مصطلح جميل جدا يقولك بنعمل صليا يعني إيه صليا 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 كده جاي من كلمة تصطلي اللي هي النار تصطلي صليا دي يعني إطلاق نار كسيف حزام نار كسيف وبيخش وبيخش في حتة كده بسموها الاشتباك الأعمى اللي هو أنا بخش عارف اللي هو يقولك علينا بالبلد كده مصطل يقولك إيه أنا بخش لا أرى لا أسمع أنا بخش دب اشتباك أعمى وبنعمل حاجة ومصر معروفة جدا بالطريقة دي صليا صليا دي بقى هتلاقي البحرية بتعمل صليا وليها طريقتها طبعا هتلاقي المشاب يعملوا صليا وليهم طريقتهم المدفعية بتعمل صليا وليها طريقتها الدفاع الجوي بيعمل صليا وليها طريقته إلى آخره صليا يعني إطلاق نار كثيف ما بعده كسافة لا تفوق أي كسافة فيدفع بيها العدو للخلف صليا نار مستعرة تصطلي نارا طب يدفع العدو الخلف مين جراب الإسرائيليين جرابه بلاش نحن لا نريد إشعال المنطقة أكثر من اشتعالها بلاش فاصل ونكمل الكلام ولكن هنستقبل يعني مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ينورنا بعد الفاصل أهلا 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 وسهلا بيكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر زكي مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مولانا نعم أنا أستاء جدا لما لاقي الناس بتعتبر أنه فضح بعضها البعض والتشهير ببعضها البعض وكأنه يعني شكل من أشكال المكاشفة المصارحة المناقشة أو كأنه حديث اجتماعي عادي هل دا عادي هل دا مقبول طب هل دا محرم التشهير دا نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا في التشريع الإسلامي اسمها جناية التشهير جناية أيوة وليست جنحة لا ولذلك لها عقوبة دنيوية وأخرى أخروية يعني لها عقوبتان عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة التشهير معناه أو تعريفه أو مدلوله إذاعة السوء عن الناس طبعا سيادتك سألتني عن الحكم تشهير الناس بعضهم ببعض بذكر عيوبهم أو التنقص منهم حرام شرعا قولا واحدا خاصة إذا كان المشهر به بريئا مما يشع عنه وحينما نستقرأ أو نقرأ القرآن الكريم هنجد أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الآد 19 من سورة النور والله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب والذين يؤذون خوالك من العبارة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به يعني اللي يريد أن يشهر للناس وأيضا في حديث أن النبي عليه السلام قال أيما رجل أشاع على رجل طبعا رجل بريء عبارة أو كلمة ليشينه يعني يعيبه وهو منها بريء كان حقا على الله تعالى أن يرميها أن يرميه اللي هو البشهر ده بها بسبب هذه الكلمة اللي فيها تنقيص في النار حتى سيدي الإعلام الواعد أستاذ يوسف الحسين ربنا يبارك فيك حتى العلماء قالوا ويحرم أن يشهر الإنسان بنفسه يعني هب أن إنسانا ارتكب مخالفا وستره الله سبحانه وتعالى يحرم على هذا الإنسان أن يشهر بنفسه والنبي عليه السلام يعني حذر من ذلك قال إن إنسان ارتكب قذورا من القذورات إلي عفوا المحذورات الممنوعات المحرمات إلى آخره وقد ستره الله عز وجل ثم يصبح يقول يا فلان يا فلان لقد عملت البارحة كذا وكذا وكذا فيكشف ستر الله تعالى عنه وده هنسميها في إباءة لأن أحييك على اختيارك لهذا وطرق من الأعداد هنسميه المجاهرة أو مجاهرة بالإثم أحسن أو بالمعصية الله ينور عليه يعني ومن الإجهار هو اللي ضربنا به المثل شوف النبع السلامي الأول بيقوله كل أمتي معافون ده لطف الله وكرم الله ورحمة الله ورحمة الله وشفقة الله كل أمتي معافون إلا المجاهرون وإن من الإجهار أن رجلا يعمل عملا مثلا بالليل أو بالنهار المهم عمل سري وقد ستره الله عز وجل فيقول للناس لقد فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ويكشف ستر الله تعالى عنه ولذلك يعني ماعز رضي الله عنه إما ارتكب جريمة الزنا الفحشاء المهم راح لسهدنا وبكر عليه رضوان الله وقوله يا أبا بكر أنا فعلت كذا قال له هل رأىك أحد لا قال لا قال ستر بستر الله لم تطب نفسه راح لسهدنا عمر سبحان الله زورياتهم بعضهم من بعد قال أنا فعلت كذا قال رأىك أحد يا ماعز قال قال إذن ستر بستر الله قريب بقى اللي أوعز إليه قال له أخشى أن ينزل فيك الله قرآنا فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه أربع مرات يعني ماعز بيعترف أربع مرات جاء من على اليمين واليسار واليمين واليسار وبعدين الرسول اللي تثبت عشان قبيلة أسلم لا جيتها غير قريش فالرسول خشى أن الرجل يتهم نفسه بالباطل قاعد يقول له لعلك 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 لغالت ما قاله في الآخر أتدري ما الزنا فقاله نعم أن يفعل الرجل فيه كذا مثل ما أهله المهم أمر الرسول بإقامة الحد عليه شو بقى عظمة الإسلام طيب أنا عايز الحتة دي هتقولي بقى هنا بعد أن الرسول يعني أقام عليه الحد لا أمر بس أمر بإقامة الحد أمر بس إيه اللي يحصل هستأذن أروح للفاصل وسامع الزمالي بيهلله شكلنا كده بقينا 2 واحد ألف مليون مبروك اطلع بالفاصل بسرعة عمورة شوفوا بقى مولانا وشه حلو علينا إزاي 2 واحد حلو عايزين بقى الحكم يصفروا كفاية على كده خلوني أجدد الترحيب مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا بك مولانا ونقول مبروك مقدما كده ربنا يبارك فيك ويكون أسبوع خير وعيد الشرطة المدنية 25 يناير وموقفهم البطولة في الإسماعيلية طبعا نرجع لموضوعنا أمر الرسول بإقامة الحد على ماعز لأنه اعترف أربع مرات وبعد ذلك الرسول عمل مع حوار قال له لعلك 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 ما ساست لعلك قبلت لعلك عمال يصر يقول له ماعز أنه هو زال فعلته كذا وبعد الرسول سأل أقارب ماعز عن قواه العقلي الخضاء الإسلامي فيها عدالة الرسول عمال يطلع له مخرج أيوة احنا عندنا في الفقه الإسلامي باب الجنات والحدود بينه إليه ويسن للقاضي أن يوعز ويوم للمتهم قال لا يعترف يعني مثلا إمام الشعبي كان قاعد عند الخليفة وبعدين جابوا واحد سارق فالشرطة بتلضرب السارق كده اعتقر أصدق الأمير فالإمام الشعبي قال ليس الصدق في كل المواطن أرجع بقى للعديد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أقيم الحد على ماعز أقيم خلاص عاتب قريبه الذي أوعز إليه بالإقرار قال هل سطرت صاحبك بطرف سوبك هل سطرت صاحبك بطرف سوبك بطرف سوبك أنا بقى هقول عبارة ما قولك في مكرفونات الأفاعي اللي خارج مصر عمالة معايرة ومعايبة وشماتة ونية شر بالبلد اللي تولدوا فيه وتعلموا فيه أين هؤلاء من مقولة النبي صلى الله عليه وسلم هل سطرت صاحبك بطرف ثوبك ولذلك العلماء لما يجون بقى بيقولوا إيه قضية فقية جدا ودي أذكرك لأن هذا تبين محاسن الإسلام قالوا هل الإنسان لو وجد إنسانا في فاحشة هل الرفح ولا الستر يعني يرفع أمره للجهات المختصة ولا يسطر عليه الرسول السلام هي بيقول لنا المن سطر مسلما سطره الله عز وجل حبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السطر ولذلك جريمة الأرجافة اللي كلمنا عنها كتير في صورة الأحزاب لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعنين أينما سخفوا أخذوا وخطلوا تقتيل أقول في النهاية يا أهل الدين الحقيقي يا أهل التدين الحقيقي إياكم والتشهير لا بالوطن ولا بالنظام ولا بالمؤسسات ولا بالمواطنين لأن التشهير جناية تستحق العقوبة ولا يفعلها إلا مرضى القلوب والعقول الناس دعيان دا تعبان دا أنا مشكورك جدا 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 يا مولانا كل الشكر ليك كما جرت العادة كل الشكر لمولانا فضيلة الدكتور فضلت الشيخ الدكتور أحمد كريم بارك الله وقارن بجامعة الأزهر خلطت الحلقة لحد كده على حسب معلوماتي لحد دلوقتي إحنا اتنين واحد صح كده اتنين واحد ألف مليون مبلوك المرش خلص والحاكم صفر صفر نسا إيه؟ يا أولاد طب ملوني قبل ما اختم اتنين لا تريزيجي لازم يدخل الجون التالت يلا بسرعة تريزيجي أرجوكم طبعا كريم رمزي زمانه داخل حالا وفي الحاجات اللي زي كده نقوله اليوم ويومك يا دمشقية زي بالزبط كده أحمد مظهر في فيلم النصر صلاح الدين كريم رمزي داخل حالا دلوقتي دي ليلته بإذن الله سبحانه وتعالى هنختم على تلاتة اتنين لصالح المنتخب المصري ولو كلنا احنا لعمر فان شاء الله هنقابلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات